تم تنصيب رئيس أساقفة أمريكا الجديد كيريوس ألبيذفورس للروم الأرثوذكس في الوليات المتحدة الأمريكية في احتفال المهيب أقيم في كاتدرائية الثلوث الأقدس في نيورك وخلال حفل التنصيب الذي حضره مندوبون من العديد من دول العالم تعانقت أصوات أجراس الفرح وأصوات الإكليروس والشعب التي كانت تهتف بكلمة مستحق لرئيس الأساقفة الجديد وشارك في الاحتفال مندوبون عن النيابة الأسقفية الأرثوذكسية الأردنية والفلسطينية في أمريكا قدس الأرشمدريت الدكتور ديمس كينوس الأزرعي الذي نقل لسيادته تهاني جميع الإكليروس ورعاية الأرثوذكس من الأردن وفلسطين المقيمين في المهجر وبهذه المناسبة العطرة يتمنى مكتب نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل لسيادة رئيس أساقفة أمريكا كريوس البيذفورس خدمة مباركة ومقدسة لخدمة الكنيسة والإنسانية